اشتركوا في القناة تواصل مملكة البحرين تسخير وتكثيف كافة الامكانيات وفق افضل الممارسات الصحية العالمية المتعلقة باللقاحات ووضع الخطط الاستراتيجية استمرارا لتحقيق النجاحات ووقوفها التام للقضاء على هذه الجائحة فقد وفرت اللقاح لجميع من يعيش على ارض المملكة مجانا حفاظا على سلامة الجميع بتوجيهات سامية من عاهل البلاد المفدة بتوفير اللقاح مجانا لجميع المواطنين والمقيمين وبمتابعة حثيثة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد وولي العهد رئيس الوزراء تم توفير اللقاح في جميع المراكز الصحية بحيث يكون متوفر للمواطنين والمقيمين في أماكن يسهل الوصول إليها وقريبة منهم طبعا يتم التسجيل من خلال الرابط وهي الرابط الإلكتروني للتسجيل الهدف منه أن نسهل أيضا الوصول للخدمة حيث يسجلون ينعطون مواعيد وبذل طريقة يقلل منعب أن يكون فيه طوابير انتظار على الرغم من وجود الإجازة في هذا اليوم ولكن من ثقة المجتمع البحريني بهذه الخدمات الوقائية وما سيكون له من دور في القضاء على هذه الجائحة نرى إقبالا كبيرا على الخدمة مع سلاسة في التنظيم ووجود العدد الكبير من المشاركين لأخذ هذا اللقاح هذه الثقة من قبل المواطنين والمقيمين في أخذ اللقاح الذي أثبت فاعليته وأمانه كان بمثابة الوعي المجتمعي والمسؤولية المجتمعية كما أنها الوسيلة المثلة لدعم الجهود الوطنية للتصدي لفايروس كورونا لما أخذت الجرعة الأولى والجرعة الثانية لم أحس بكل أمانه بكل الصدق بأي تغير إلا التغير الإيجابي يعني لم أحس بالإرهاق والأخوان أعطين في الأعضاء الفريق لما يعطون الجرعة وخذوا العينة يعطيك فرصة نصف ساعة بعد الجرعة يتأكد أنه ما في تأثيرات جانبية كالدوار أو خلاف ذلك اشتركت في أخذ اللقاح دفعتين كملت كل الإجراءات المطلوبة وأشعر بارتياح تام ولم أشعر بأي أعراض أو أي آثار جانبية لهذا الموضوع بالعكس أشعر بالثقة والأطمئنان بأنني أصبحت واحد من فريق البحرين العظيم اللي بادر بإيجابية الحمد لله خليت اللقاح وحب أشجع كل الناس كل الرياضين عشان يأخذون اللقاح وإن شاء الله راح ننتصر ننتظر هاليوم ننتظر يوم اللي يقولون لنا ابتدى في التطعيم والحمد لله رب العالمين من أول الناس ييتحين أنا وأسرتي كلها زوجي وبنتي كشعب واحد يد بيد نحط يدنا بيدهم ثقتي جدا كبيرة بالكوادر الطبية عشان شديد يتأخذ اللقاح وخلونا نكمل مع بعض عشان نقضي على فيروس كورونا سير الخطط ونجاحها يعتمد على تكاتف الجميع فانخراط المجتمع بأخذ اللقاح الذي يقوم على أسس منهجية علمية تهدف للوقاية من كورونا بعدما أثبت جدارته في مجابهة كوفيد-19 إذ سيسهم في تطوير استجابة مناعة للجسم إلى جانب تقوية الجهاز المناعي فالوقاية خير من العلاج والالتزام بالإجراءات الاحترازية ضمن الخطط الموضوعة والتي يأتي أخذ اللقاح من ضمنها كتدبير وقائي فمواجهة هذا التحدي تأتي بتعاون الجميع لما فيه مصلحة الوطن وكافة أفراد المجتمع تحت شعار كن آمنا بأخذ اللقاح تدشن مملكة البحرين مرحلة جديدة في مكافحة كوفيد-19 بتوفيرها اللقاح الصيني في جميع المراكز الصحية مجانا وذلك تنفيذا لأقصى درجات الأمن الصحي ومن مبدأ الحفاظ على صحة وسلامة الجميع ضللنا في مركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر